خلينا نروح لروسيا والرئيس الروسي فلاتمير بوتن أدى النهاردة اليمين الدستورية ليبدأ بشكل رسمي ولايته الجديدة اللي هتستمر ست سنوات والنهاردة أقيم حفل التنصيب الرابع لبوتن في قصر الكريملين وقال بوتن في كلمته بعد أداء اليمين أنه سيعمل كل ما في وسعه لكي تزدهر روسيا وتعيش في سلام كمان وجه الشكر للشعب الروسي على ما قدمه من دعم له وقدم للبرلمان الروسي الدومة اسم دماتري مادفيدف مرشحا لرئاسة الحكومة ومن المنتظر أنه يجتمع الدومة غدا للنظر في المرشح مادفيدف قبل أداء اليمين بساعات كمان أجرى مركز أبحاث الرأي العام الروسي استطلاع للرأي أظهرت نتائج هذا الاستطلاع عن 82% من الشعب الروسي راضي عن أداء بوتن